السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في القناة مصطفى البارد الأخوة سنتحدث عن الخبر الذي يحمق الجالية المغربية الخبر بي سي اير وماذا الآن أو لدينا الحق أننا ندخله للمغرب عن طريق الرحلات الجوية بدون الجواز اللقاح أو بدون بي سي اير هذا هو السؤال الأخوة التي سنجاوبه عليه وسنجاوبه مصادر كذلك سنرى الحكومة المغربية والتفلية ديالها أشدرت الموضوع هذا الذي بدأت تأجله كل مرة ما عرفنا اشدبه يعني اه شنو بغا تدير وهذا الشيء اللقاح سنوضحه إن شاء الله في هذا الفيديو واشو اللقاح لدينا الحق ندخله عن طريق الرحلات الجوية أو اللقاح كذلك الخوة سنرى بأن اللجنة العلمية رفعت مئات التوصيات فيما يخص هذا الأمر هذا ديال خلي والجالية المغربية الدخول حرمتها لمدة سنتين كافة خليوا الجالية المغربية الدخول تشجع الاقتصاد الوطني علش اليوم الحكومة بقتش تعترف باللجنة العلمية ونرى السبب علش كذلك الخوة سنتكلموا على هذا الشيء قاعد الإجراءات وهذا الخنقة ديال الجالية عليش من ديور كتقولوا على حسب كورونا شحال هو العدد ديال الإصابات اليومة اليومة وانا كنتكلم معاكم من حد شحال العدد الإصابات رسميا ديال كورونا والشيء عدد كبير اللي يخلى بأن الحكومات تضيق على الجالية المغربية زيدوا الخوة وانتكلموا على المغرب يعني اه وافق على فتح الحدود البرية ديال السبتة ومليلية ابتداء من هذه الثلاثة ان شاء الله وهنيئا للناس دي الشمال اللي كانوا يعني اه كنت سنو بتحل هذه الحدود عندهم فيها مصالح لكن الخوة الخبر هو انه قد يتحل بدون تهريب معيشي لكن الناس اللي كانوا كيعيشوا يعني من ذاك المواد الغذائية التهريبية ما بقاش ذاك شيء والمغرب هاد شيء على نور رسميا وقد ندخلوا في التفاصيل ونشوفوا الادرار اللي غادي تزاد ترصب على هاد القرار اللي يتاخدوا المغرب او اللي المنافع ديالو اذا نبدو الخوة على بركة الله قبل ما نبدو وما تبخلوش علينا قبل البصيمات ديالكم اللي شفتو ان انا نقدمو لكم المعلومة يعني اللي كاتفيدكم وسمحوا لي على هاد الغيابة هذا اللي يطال وحد المدة بكون ان اني كما قلت لكم قبل في فيديو السابق انا كان عندي العمل كتير في وحد الاسبوع زائد ان اني مبعدو يعني كانت وحد نزلة بردية وكتبت مريض شوية ما كنتش قادران ديالفيديوهات لكشي علاش كان اعتادر على هاد الغياب لكن عدنا لكم وانتمنوا بانكم ما تبخلوش علينا بالبرتاج والدعم ديالكم اذا نبدو على بركة الله الموضوع اللي حمق الجالية المغربية وانا يوميا كنتبع الاخبار وكنتبع الحكومة شغالت وكنشوف القرارات ديال الحكومة اسبانية والمغربية لديك الخابر ديال اليوم يعني مصادر خاصة بان الحكومة غادي ترفع او غادي توحد شروط ديال السفر الى المغرب يعني غادي ذاك الشروط اللي ادارت على البحرية هي نفسها غادي تدار الجوية وهذه تقريبان شهرين ديالت وما ادار واجوه باقي البحرية يمشوا بشروط مفعالية مفعالية وما غابطين شي مغريب اخر والناس اللي قسم يدخلوا المغرب عن ترك رحد الجوية على محد اخر لا يدخلوا شي مغريب اخر ترأسو حكومة اخر يعني نفسام شخصية كل شيء لكن الخطم لن نذكركم يعني رحلة البحرية فقط نطالق من اسبانيا نطالق من فرنسا ومن ايطاليا هذه الدول التي يعطونا رحلة البحرية لكن هنا هولندا الجلية المغربية هولندا الامريكان الكندا السعودية الناس الخليج كاملين مئات الالاف محرومين من الدخول الى ارض الوطن بسبب هاد الاجراءات الناس ديال البلجيكا الناس ديال المانيا اللي كي يرطوا عن ترك الرحلات الجوية واش هادكم الشي مغاربة واش مازالين كنديرو يعني الشطط في استعمال السلطة ديال الحكومة مازالين الى يومنا هذا كنشوفوا باننا كنفرقوا ما بين مغاربة بدون منطق ولا عقل ولا علم بيننا ولكن تماً ولكن في السعودية وضع رحلات البحرية والذها يكبر في كندا لان ممت comet شي مغريبي بدون يكبر العيقاح مع تطلق الإجراء البحرية طب الى일 lasso حقيقة재 هذا الشيء يطفح الكائن وبدأ يبدو أنه لعب دريري لعب دريري هو أنه تجعلهم غاربة ومداخلين في البحارة بشروط ووحد آخرين في الجو بشروط آخرين هذا غير منطقي وهذا الشيء كاميرا تضرر السياحة المغربية في حين أننا رأينا كسدي عزيز أخنوش خصص مليار درهم هذه السنة لدعم السياحة المتضررة بشدة جراء الإغلاق الطاول ولكنه نفسه دائما انتقادات هو حماك ولم تفهم وزير هز من أموال الدرائب والأموال الشعب المغربي مليار درهم وضعه في دعم القصصات السياحة ولكنه نفس رئيس الحكومة ودعم منه قبل أن نقدم منه وصلت إلى المصدر الرئيسي الذي هو السياحة والجالية والسياحة التي يأتي من فرنسا والهولندا يدخلون أكثر من طرق الرحلات الجوية فارض عليهم قيود لأنهم يدخلون بسي اير وجواز اللقاح وكذا في حين أنه السائح يجب أن يأتي إلى المغرب يأتي إلى تركيا والميسر والدولة التي تراعي على الاقتصاد الوطني وهو نفس رئيس الحكومة الذي خصص مليار لدعم الاقتصاد جف المصدر الرئيسي للقطاع السياحي وخنقه الجالية المغربية يجب أن يدخلون لأنهم من المملكين لا ترقى الرحلات الجوية حتى الامتاد نقول الله سوف يجب أن يدخلوا الرحلات البحرية ويجب أن يرى وللجنة العلمية لا تصدروا معتراف بها ويجب أن يرى إلى ذكرة ويملكان تقول المغرب يجب أن يغلق يلاك تقول أن يغلق رئيس الحكومة يتدركها راضية لأخر طائرة تحرك مع العشار اليوم يجب أن تلغى الدولة بعد تلغى لكن الجنة العلمية مليدة ترفع مئات توصيات للحكومة صرف الفتح وخذوا الجالية دخلوا قسصات الوطنية دخلوا السياحي يتشجعوا ويجبوا المغرب يصرفوا الفلوس وتحرك الرواج هذا ما يسمى الجنة العلمية لا تتكلم عن الحكومة الحكومة تدركها ويجب أن تصدروا ويجب أن نقلقه ويجب أن نسمعكم ولكن لا تقول أن يخفف وحيد هناك رئيس الحكومة والحكومة المغربية مع هذا اللجنة العلمية تتعرفوا بعمية مئات توصيات رفع القيود ويجب أن تكون طابت هذا ما يجب الحلول وفي هذا الظل هذا الأمر اليوم وزارة الصحة المغربية التابعة للحكومة المغربية تعطينا تقرير رسمي اليوم تجلت 89 حالة إصابة 40 مليون مغربي تجلت 89 حالة إصابة 39 حالة إصابة تجلت 89 حالة إصابة 30 حالة إصابة 50 حالة إصابة ويجب أن تأخذ 50 حالة ونحن على 50 حالة سنقف مصير دولة 40 مليون ونحن في 50 حالة ونحن نقف مصالح ونحن نقف مصالح ووطني ملايير الدراهيم تريد تريدها قليلا 89 حالة إصابة 39 حالة إصابة في السنادق الدولة المغربية هذه المملكة المغربية لا تختار في السنادق الدول المقيمين فيها الجالية المغربية يعني بحل الحكومة تقول أنها مليار التي تجدوا تخسروه يومياً تضعوا مليار فرقوا على الدول التي تتم مقيمين فيها بدون سبب فقط أنها مصد ضمن الجالية المغربية والاقسيصات الوطنية هذا هو الشرح الوحيد نتمنى أن أخر شيء مسؤولي أعطينا شرح آخر أخيراً للموضوع لفتح الحدود البرية في إعلان ستفتح إن شاء الله نهار 13 حتى هي مازال حكومة المغربية لا تتعطينا شرح الدخول وخروج ومخلية غير الجرائد واليوتيوبر وما يتكلمون في الموضوع مصادر رسمية لا تتكلمتش على الشرح الخاصة للحدود البرية لأن الحكومة المغربية لدينا شرح خاصة بالحدود البحرية شرح خاصة بالحدود الجوية وعندنا شرح خاصة بالحدود البرية وعندنا شرح خاصة وعندنا شرح خاصة وعندنا شرح خاصة وعندنا شرح خاصة زائد بأن الحكومة المغربية تتشبت وتعلن رسمياً بأن هذا الفتح للحدود لا تكون فيه تهريب البضائع يعني ذاك الحمل النساء كانوا يحملوا ذاك المواد الغذائي ويهربوها للفنيداء وكذلك هذا الأمر ما بقاش وما غاديش يبقى والحكومة المغربية تقول كان شرط ديل إعادة فتح الحدود البرية لكن مزيان نحن كاملين مكانش يعجبنا بأننا نشوفوا النساء المغربيات مثلاً في نهازين ذاك الأتقال وكيدفعوا فيها وكيصوروا من الإسبان وقد نتاشر هنا ذاك الصورة للمرأة المغربية والمعاناة ديلها يعني في الحدود مع السبتة ومليلية كاملين مكانش يعجبنا ومتبنى وفي عين المقاطع لكن بشرط ليس أنك تقطع ذلك لكي تقول حقيقة الصورة ولكن تجعل الناس تموت بالجوع هذا ليس حل الحل هو خلق فرص حقيقية ليس وهمية نسمعنا بأنه مركب تجاري الدار وهذا سيتم إدماج ولكن كنت سمعه فيديوهات تخرج من الناس الفنائداء والناس التي تطوان بأنها تبكي الويلات وكتنى أن تفتح حدود سبتها لأن هذا ما قالوا لهم بأن البديل الاقتصادي لا نفعله لا نضمو زين لا يطلعوا له منه الناس يريد أن تأكل هذا المنع تعليم التهريب المعيشة جيد لأنها الصورة لا تلقوا به إما أنها تكون بطريقة مقننة وطريقة يخرجوا في السيارات أو أنها تقطع لكن الساكنة الفنائداء والناظر تعطى لها بدائل حقيقية الناس تدخل فلوش في علامة التي تدخلها من سبتها التي تضمن لها العيش بعدها العيش بكرامة لأن الناس ماتت بالجوع وشفنا شهادات كثيرة نتمنى من الله عز وجل بأن يتم إدماجهم إدماجهم حقيقي إدماجات التي يتم إعلان عنها في الحقيقة الناس يدوي وفي الموقع التوصل الاجتماعي لا تكون نتمنى أن نكونوا هذه الأمور الشروط فقط نهار ثلاثة يدخلوا الناس الذين لديهم فيزا يعني شينغن الناس الذين يدخلوا الإسبانيا والأوروبا هم لا يمكن أن يدخلوا سبتها حتى ال 31 في شهر 5 ساعة يمكن أن يدخلوا الناس الذين يدخلوا في سبتها تهريب المعيشة هذه الشروط ستعطي فيزا وتأشيرات خاصة للناس الذين يدخلوا لها يعني شوية الأمور تغيرت قبل نتمنى والإخوان نكونوا وطحنا لكم ونتمنى من هذه الحكومة صافة الله إلا طيحتوا نيفو نيفو طاح نيفو طاح يجب توحيد وفق توصيات للجنة العلمية ووفق المطالب للجنة المغربية تبحيد الشروط وتخليوا الناس الملقحة وكل شيء يدخلوا عن طريق الرحلات الجوية وكذلك البرية السبتة ومليلية وكذلك القرقارات في العالم أوروبا نحن هنا في اسبانيا وكذلك نسينا شيئا كورونا أو الإجراءات الكورونا لن تفكرنا شيئا كورونا نتمنى بأن المغرب وكذلك وهو في حاجة ميسة لابناء الوطن حاجة ميسة للسياحة حاجة ميسة للمداخل للسياحة وأنه يحيذ التخاربيق وهذا مهم لإخوان تحيتي لكم لا تنبخلوش عن المرسيمات نتلقى إن شاء الله فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر